موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الخليج التي عنورت أقراص فقارية من الخلايا الجدعية تمكن أطباء بيطريون من خلال تجارب على كلاب من تجديد الأنسجة الغدروفية تلف الموجودة بين فقرات الظهر لدى تلك الكلاب بواسطة خلاياها الجدعية وعندما تتدهور الأنسجة اللي في الغدروفية بالعمود الفقاري مع تقدم العمر ينتج عنها ألم شديد وربما الشلل إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت بدل على شكل عنكبوت لمساعدة رواد الفضاء على استكشاف المريخ صممت شركة لوكهيد مارتن التابعة لوكالة ناسا بدلة لرواد الفضاء ذات ثمانية أرجل يمكنها مساعدتهم على الزحف أو المشي أو القفز عبر سطح أقمار المريخ عندما تصل البعثة الأولى لرواد الفضاء للكوكب الأحمر بحلول 2030 والتي ستستغرق عاما كاملا أما صحيفة القبس الكويتية فقد عنونت أم تتبرع لابنتها برحمها أجرى أطباء من الهند أول عملية زراعة رحم في الهند تبرعت به أم لابنتها البلغة من العمر 21 عاما بعد أن ولدت من دون رحم واستغرقت العملية 9 ساعات ونصف الساعة ونجح خلالها الأطباء في نقل وزراعة الرحم أما صحيفة القدس فقد عنونت فوائد الكرز لا تعد ولا تحصى قالت دراسة جديدة أن تناول كأس من الكرز يعادل ما يحتوي 25 نوع من الفاكهة والخضار من نسبة الفيتامينات والمعادن كما أن كل حصة من الكرز تحتوي على نسبة من مضادات الأكسادة أكثر مما تحتويه حصة من الموز والجزر والبطيخ مجتمعة كما أنها تحتوي على مضادات أكسادة تعمل على زيادة منعة الجسم أما صحيفة الغاد الأردنية فقد عنونت الاستجمام على الشواطئ قد يكون سببا للوفاة المبكرة أكد علماء بريطانيون أن الاستجمام أو الاستلقاء على الشواطئ لفترات طويلة قد يتسبب بالوفاة المبكرة أحيانا وأوضح العلماء أن الأشخاص أثناء الاستجمام وقضاء العطل لا يغيرون عاداتهم الغذائية ويقل نشاطهم الحركي ما يؤدي إلى ضمور العضلات وتراكم الدهون الضارة في الجسم الأمر الذي يعد من أهم المؤشرات التي تندر باحتمال الإصابة بالطراب عملية التمثيل الغذائي في الجسم والتي قد تؤدي للوفاة المبكرة المترجم للقناة